السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله انتنا انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ المذكور في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللوح المحفوظ ايها الاحب الكرام له ارتباط قوي بحياتنا جميعا كل ما يقع في حياتنا من عطاء ومنع من صحة ومرض من نجاح وفشل ومن كل الابتلاءات والعطاءات مكتوبة في السجل المحفوظ اللوح المحفوظ هو اعظم الكتب قدرا وشأنا هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق قبل ان يخلقهم هو كتاب الله تعالى المكنون المحفوظ من الزيادة والنقصان ومن التحريف والتبديل اللوح المحفوظ هو مستودع مشيئات الله ومقادره والقرآن العظيم متبت وموجود في اللوح المحفوظ فربنا عز وجل لما قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اي انه قرآن وسيع معاني عظيم الاثار كثير الخير والعلم في لوح محفوظ يعني محفوظ من التغيير والزيادة والنقصان محفوظ من التبديل ومن وساوت الشياطين وانه لقرآن كريم في كتاب مكنون قال فيه كلام كثير ربنا عز وجل لكن حديثنا اليوم ليس عن القرآن الكريم ولكن عن اللوح المحفوظ كل واحد منا حياتنا كلها مكتوبة ومسجلة في هذا اللوح المحفوظ وكل اعمالنا ما قمنا به وما سوف نقوم به كله في هذا الكتاب والذين سبقون وانتقلوا الى دار البقاء سيجدون هذا الكتاب مكتوب فيه كل شيء هذا ما قاله عز وجل انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين سمه القرآن امام مبين الموتى حينما يخرجون من قبورهم ربنا يقول لكل واحد منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيجد في كل شيء كل ما قمنا به من حركات وسكنات من خير او شر مكتوب هناك حتى انهم يقرؤون الاثار التي قاموا بها انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم اثار يعني الاعمال التي يقوم به الانسان قد يموت هو ويدفن لكن اثار اعماله تبقى قد يقوم بعمل صالح كأن يبني مدرسة او يبني مسجد او يحفر بئر ويموت ولكن اثار الرحمة تبقى مستمرة بعده والعكس صحيح اذا كان عمل عملا سيئا ثم مات وبقي ذلك العمل سيء مستمر فان الاسيئة الحق هو العياد بالله وكل شيء احصيناه في امام مبين اي جميع الكائنات مكتوب مصيرها وماضيها وحاضرها ومستقبلها في هذا الكتاب المستور المضبوط في اللوح المحفوظ هذا اللوح المحفوظ خلقه الله تعالى في اول الامر فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري عن عمران بن حسين حديث طويل قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء وكاتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض كان هنا يتحدث عن اصل الخلق في الاول كان هناك العدم الوجود هذا الذي نعيشه الان لم يكن فيه لا سماء ولا ارض ولا نجوم ولا كواكب ولا انس ولا جن لم يكن اي شيء كان الله وحده وحده متفرد بجلاله نور على نور كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم هناك ربنا كاتب في الذكر كل شيء كتب كل شيء وبعدها خلق السماوات والارض الذكر هنا هو أول لوح محفوظ قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائقي قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة قبل خلق السماوات والارض كتب الله كل شيء مصيرك انت ايها الانسان شقي او سعيد مؤمن او غير مؤمن غني او فقير وكل ما يتعلق بحياتك ربنا سبحانه وتعالى عالمه قبل ان تخلق وكاتبه بخمسين الف سنة يعني بالميزان دي العصر دينا قد القو قبل حوالي خمس مليارات سنة خمس مليارات سنة قريبا بشر ربي عز وجل خلق اللوح المحفوظ وكاتب مقادير الخلق عاد خلق السماوات والاراضين وبقات ملايين سنين عاد خلق البشر فربنا لا تخفى عليه اي شيء ولما كتب الله تعالى مقادر الخلائق ماذا كتب اول ما كتب كتب ان رحمتي غلبت غضبي اول شيء ان رحمتي غلبت غضبي قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كاتب في كتابه وهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي هذا الكتاب لهو اللوح المحفوظ جاء في وصفه انه كتابه نور وقلمه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس منها نظرة الى وهو يفعل ما يشاء يرفع وضيعا ويضع رفيعا يغني فقيرا ويفقر غنيا يحيي ويميت ويفعل ما يشاء لا اله الا هو هكذا جاء في وصفي هذا اللوح المحفوظ يعني ان الوجود يشهد حركية مستمرة ليس هناك ثبات هناك حركية وتغيير وتبديل ربنا سبحانه وتعالى قضى ان الحياة هي هكذا فيها اخذ وفيها عطاء مرة الله الكريم يرفع وضيعا والله المنتقم يضع رفيعا احيانا الله تعالى يغني فقيرا من لا شيء واحيانا قد يفقر غنيا وربنا يحيي اشخاص ويميت اخرين يفعل ما يشاء هكذا تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن هذا اللوح المحفوظ وكتب فيه كل شيء اي مصير جميع الكائنات مكتوب في كتاب مصطور مضبوط وقال فيه الله تعالى وما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير يعني الانسان لا داعي لكي يكون قالقا ويكون دجرا ويكون حزينا كل شيء وبقدر الله حتى المرأة لما تحبل ولما تضع والانسان لما يطول عمره او ينقص عمره او يموت بحديث او غير ذلك كل هذا بقدر الله ما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير الكتاب هنا هو الكتاب المحفوظ وهذا الكتاب كتب فيه الله كما قلنا ما قد الخلق قبل ان يخلقهم لكي لا يحزنوا المفروض ان المؤمن صبور ويسلم امره الى الله ويفوض امره الى الله لان يعلم ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك ربنا عز وجل ماذا قال قال ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم فاللوح المحفوظ هو شيء ربنا جعل فيه كل شيء وشمل كل شيء وحوى كل شيء وضع فيه الله تلأ اقدر الخلائق ووضع فيه عدد انفاس العباد ووضع فيه عدد حركاتهم وتحركاتهم ووضع فيه اجالهم وارزاقهم ومماتهم وبعثهم وحسابهم فكل شيء مكتوب عند الله تعالى وما فيه هو تقدير عام لكل ما هو كائن الى يوم القيامة وهذه التقديرات لا تتعارض مع قول الله تعالى لما ذكر في اي اخرى قال يمحو الله ما يشاء ويثبث وعنده ام الكتاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الاسراء والمعراج مع سيدنا جبريل عليه السلام ووصل الى مقام رفيع سمع اقلام تكتب وتمحو فقال ما هذا يا جبريل قال هذا الملائكة الكتب يكتبون اقدر الناس قد يكون قدر مكتوب عند العبد وقد يغيره الله تعالى لما يبدي العبد ربما عملا حسنا او يضاعف من عمله فنزل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب العلماء التي تكتب التي تكتب فيها الملائكة اعمال واقوال وافعال الناس هذه قد تتغير وتتبدل حسب عمل الانسان وحسب نيته وحسب توبته واستغفاره وربنا ماذا قال لہن قال اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيب ربنا اخبرنا بان كل واحد مننا من البشر عنده عن اليمين وعن الشمال ملائكة كل ما يقوله من كلام وكل ما يفعله من تسرفات يكتبانه وتكتب في السجل اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عتيد يعني حاضر لا يغيب ولا لحظة رقيب لا يفوته شيء من كتابة أعمال عباد فالملائكة يكتبان أعمال الإنسان وأفعاله وأقواله التي تتدر عنه هناك ملكان أحدهما على يمين الإنسان والآخر على شماله لا يرهم الإنسان نحن لا نرهم اليمين هو كاتب الحسنات والشمال هو كاتب السيئات فالإنسان هو لما يكتب هذه الأعمال تكتب عنه قد ربما يستغفر قد يتوب قد يبادر الحسنات فربنا يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقد جاء في الحديث يزكي هذا المبدأ أن هناك ملائكة في الشمال واليمين جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم بوسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل بما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا متى يا ابن آدم طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة هذا معنى أن طائره في عنقه ونخرج إلى يوم القيامة كتابا يلقاه مستورا هذا معنى هذه الحديث القدسي فكل شيء مكتوب مسطر في الصحائف ولذلك يوم القيامة المخطئون لا يجدون مفرا من هذا الذين يخطئون كثيرا ويدنبون ويسيئون ويظلمون سوف يفاجأون بأن كل أعمالهم مكتوبة ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها فاللوح المحفوظ أيها الأحبة الكرام هو شيء خلقه الله عز وجل علينا أن نؤمن به بأن كل ما نقوم به من أعمال وكل ما يقع لنا من أحداث بعض الناس ربما لما تصيبهم مصيب لا قدر الله إما أمراض أو أسقام وإما يصيبهم فقر أو إما يموت لهم عزيز وحبيب للقلب وإما يتتغير حياتهم للأسوأ قد يشعرون بالإحباط وقد يشعرون بالإمكسار وقد يشعرون بالحزن العميق أي نعم الحزن هذا أمر طبيعي لكن لا ينبغي أن يتجاوز مذاه متى نؤمن بأن كل ما يقع في الوجود هو مكتوب من طرف رب الوجود أنا داك نحن نؤمن ونسلم لهذا ما هي الحكمة من وجود اللوح المحفوظ هل هناك من حكمة؟ أي نعم ربنا حدتنا عنه لكي يكون لها أثر في حياتنا أول شيء أننا نتبت علم الله تعالى الله تعالى علمه ليس كعلم البشر الله تعالى علم مكان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون فعلم الله تعالى هو ليس كعلم البشر البشر علمه محدود في الزمان والمكان وفي الموقع ولكن الله تعالى علمه ليس له حدود على الإطلاق يعلم الماضي والحاضر والمستقبل ويعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون والحكمة الثانية ايضا من الايمان باللوح المحفوظ ان العباد لابد ان يسلم لقضاء الله وقضره المؤمن من صفاته انه يسلم لقضر الله وقضائه ويعلم ان كل ما يصيبه من خير او شر هو في علم الله تعالى الازلي في علم الله المقدر في علم الله المكتوب عليه قبل ان يخلق الخلائق بخمسين الف سنة يعني خمس مليارات ما يقع لك انت الان اليوم ايها الانسان اما عندك مراد او عندك فقر او عندك طلاق او عندك مصيبة كل مكتوب هذا امر الله ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك وبذلك العبد اذا امن بهذا الامر وسلم سلم الامر لله فانه يزداد يقينا بالله ويزداد ايمانا المؤمن عليه يقول وافوض امري الى الله في كل ما يغلبك في الحياة قل وافوض امري الى الله سلم امرك لله سلم وترتاح فهناك تنفيذ للمشيئة الالهية يعني كل ما يقع لك ايها الانسان هذا كثير من الناس الان ربما يستمعون الينا عندهم احزان وعندهم اشجان وربما هناك من عنده انهيار عصبي وقعت له مشاكل كبيرة اما طلاق وتخريب شؤل عائلة اما ضياء حبيب او قريب اما فقدان وظيفة اما ديون خانقة اما واما امراض كثيرة كل هذا هذا من تنفيذ مشيئة الله ربنا اذا جاءت مشيئته لا تبديل ولا تغيير وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسعلم واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كاتبه الله لك واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قاتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف انتهى كل شيء اه وقع ما لنا الا ان نسلم وايضا حكمة اخرى من هذا اللوح المحفوظ ان الله اراد ان يعلمنا يعلم الخلائق الكتاب والتدوين حياتنا العادية الطبيعية لا بد ان يكون فيها التدوين ولا بد ان يكون فيها الكتاب يعني عندنا ادارات فيها دووين ومؤسسات تعليمية وغير ذلك لا بد من الكتاب والتدوين لانها مستنبطة من اللوح المحفوظ اول ما خلق الله القلم قال يا قلم اكتب قال يا رب وماذا اكتب قال اكتب القدر وما هو كائن الى الابد وكتب قلم القدر كتب ذلك في اللوح المحفوظ فالله تعالى الذي علم كل شيء والذي لا يضل ولا ينسى وهو ملك الوجود كاتب علمه ودونه وامر الملائكة بتدوينه فكيف بالانسان الضعيف الذي ينسى الانسان هو احرى بالكتاب والتدوين في امور حياته لذا نلاحظ في الوزارات وفي الادارات هناك دووين هناك يكتبون السجلات ويكتبون الكل ما يقع ويصنف حسب السنوات والشهور والاسابيع تبقى الامور مدونة وهذا اللوح المحفوظ فيه فيه معنى ان العبد ينبغي ان يسلم امره الى الله سبحانه وتعالى فيما وقع له من امور السؤال الذي يطرح هل اللوح المحفوظ والايمان به يمنع ارادة الانسان قد يفهم بعض الناس مدى بان كل شيء مكتوب فلا ارادة لنا فنحن الى المجبرون الانسان حقيقة امره انه مخير في افعاله وتصرفاته ليس مصير الانسان هو مخير ولكن انت تقول بان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كيف الجواب ان الله تعالى يعلم مسبقا بالاحداث ولكنه يترك للاشخاص الهداية والضلال هما يختارون طريقهم لكن الله تعالى عالم مسبقا هذا الانسان كيف سيفعل وكيف سيتصرف فكتب ذلك لعلمه الازلي الانسان يقع ضمن هيمنة الله مطلقة قد يقول قائل اذا انا عندي ارادة وانا خارج الارادة الالهية ابدا يبقى الانسان دوما ذلك الكائن الضعيف الذي يقع ضمن هيمنة الخالق عز وجل وقدرته المطلقة سبحانه وتعالى وهي كل وخير فالمؤمن ماذا يقول المؤمن عدة اذا اصابته مصيبة ماذا يقول لله الامر من قبل ومن بعد هذه كلمة مباركة اذا اصابتك مصيبة ولم تستطع ان تجد لها حلا وبقيت مشدوها قل هذا الكلام ستشعر بالطمأنينة والسكينة ويعطيك الله القوة والمدد لله الامر من قبل ومن بعد اي لله الامر قبل الخلق وبعد الخلق ومن قبل التقدير وبعد التقدير فالله تعالى له الهيمنة الكاملة ولكن الله تعالى ايضا يتدخل في هداية الانسان فالانسان هو يحتاج الى من يوجهه الله تعالى زودنا نحن البشر بالعقل وزودنا بالفطرة السليمة وارشدنا الى الكون الدال على جلاله وعظمته ثم بعث الينا بالانبياء والرسل وجاءنا بالكتب المقدسة ليدلون على طريق الحق فهذا لا يمنع ابدا ارادة الانسان الانسان هو ليس مصير تماما بل هو مخير في اكتر افعال تصرفاته لهذا الحساب يوم القيامة وقفوهم انهم مسؤولون كل نفس بما كسبت رهينة فهذا امر خلقه الله سبحانه وتعالى يبقى سؤال اخر ربما قد يثار لما نتحدث عن اللوح المحفوظ هل يمكن الاطلاع على اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب القادر كله مكتوب ما سيقع وما سوف قد يقع في المستقبل كل مكتوب هل يمكن ان نطلع عليه هل يمكن ان نسترق السمع الجواب هو ان الله سبحانه وتعالى لم يطلع احدا من الناس على اللوح المحفوظ ولو امكن ذلك لأطلع عليه صفيه وحبيبه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي انتهى الى من انتهى لما كان مع جبريل في الاسراء والمعراج في الليل المباركة ولكنه لم يطلع على اللوح المحفوظ لانه غيب لا يعلمه الا الله ربنا كتب الحقائق وجعلها غيبا على الخلق هي معروفة عند الله وحده ولكن الخلائق عندهم غيب فكل من يبحث عن الغيب يكون قد دخر الى دائرة المنهيات لكن بعض العلماء قالوا ربما يمكن الاطلاع على بعض بعض غيب الله مما تضمنه اللوح المحفوظ وهذا قد يقع لبعض عباد الله من الانبياء والمرسلين ربنا اطلع الانبياء عن طريق الوحي عن طريق الوحي عن المغيبات مثلا الجنة والنار والصراط هذه المغيبات ولكن الله تعالى اطلع نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه المغيبات في الاسراء والمعراج رأى الجنة ونعيمها ورأى النار وعذابها ورأى الصراط ورأى البعث والنشور رأى كل شيء رأى ما سوف قد يقع في المستقبل وهو غيب عننا وايضا قيل بان بعض الصالحين من الاولياء الاولياء لان الاولياء هو في الرتبة الثانية بعد الانبياء والمرسلين ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الاولياء قد قد اطلعون على شيء عن طريق المكاشفات والالهامات الالهية ربنا قد يعطي المكاشفات انه يكشف الستار عن بعض المغيبات كما وقع لسيدنا الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة قال انك لن تستطيع عمئي صبرى وسار معه في السفينة وخارقها ثم سار معه فقتل الغلام ثم سار معه بنا الجدار كان سيدنا الخضر يرفع الله له ستار الغيب ويرى ما سوف يقع في المستقبل هذا شيء من المغيبات تكون عن طريق المكاشفات تقع لبعض اولياء الله وقد يقع ايضا الالهامات الالهام الالهام هو اشياء تسمى فيوضات تقع لبعض الصالحين وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان فيما مضى قبلكم من الامم اناس محدتون فان يكن في امة احد منهم فهو عمر ما معنى محدتون اي ملهمون هناك بعض بعض الاشخاص الذين بلغوا درجة كبيرة من الايمان واليقين هؤلاء سماهم النبي الكريم محدت محدتون انهم تجي تصلهم الهامات ومعروف ان سيدنا عمر ابن الخطاب الفاروق يا ما حكى عن الهامات في الحرب التي كانت بين المشركين والمسلمين قال الجبل الجبل يا حذيفة ورأى رأى جاءه الهام فالملهمون هم الذين قد يجري الله على أسنتهم بعضا من المغيبات كأنهم حدتوا بها لا يدري وهذه تكون لأهل الله كذلك الرؤية الصادقة المرء اذا كان مقربا من ربه دوما على الطهارة ودوما على السجود ودوما مفوض امره الى الله قد يعطيه الله الرؤية الصادقة تتضمن الاخبار التي قد تقع في المستقبل اخبار عن امر مستقبلي فيحصل له ما قد يقع حقيقة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اشاء ذلك قال الرؤية المؤمن جزء من ستين واربعين جزءا من النبوة رؤية المؤمن جزء من ستين جزءا ستة واربعين جزءا من النبوة وقال اتقوا في راسة المؤمن فانه يرى بنور الله وطبعا يجب والمسلم ان يعرف الفرق بين الالهامات الالهية والاحاءات الشيطانية لان كان بعض الناس دخلوا الى هذه المتاهات وعوض ان يصلوا الى الالهامات الالهية وصلوا الى الاحاءات الشيطانية واذا وقعوا فيها يقعون في البطلان الإلهامات الإلهية هي ما يحصل لمن كان مستقيم الظاهر والباطن على شرع الله في الاعتقاد والقول والعمل أما الإحاءات الشيطانية فهي تحصل للمنحرفين الضالين وما أكثر في التاريخ مليء بأحداث أناس عندهم إحاءات شيطانية ضلوا العباد كثيرا ما يهمنا أي الأحباب الكرام هو أننا ينبغي أن نؤمن بشيء اسمه اللوح المحفوظ وربنا جعل فيه كل شيء حتى القرآن العظيم مكتوب في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كتب الله فيه كل أعمالنا وكتب فيه الله تعالى كل شيء من شؤون حياتنا وعلينا أن نسلم وعلينا أن نفوض الأمر إلى الله تعالى على قدر ما مفوت أمرك إلى الله تعالى تكون قريبا من الرحمن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فتكم ولا تفرحوا بما أتاكم يكون المؤمن مستقر نفسيا المؤمن لا يقع له تدبدب ولا يقع له انهيار ولا يقع له جنون ولا يقع له إحباط بالعكس يبقى مطمئن مهما يقع ولو رأى تصنمي أمامه لا يهتز لأنه مؤمن بقوة الإيمان واليقين وليعلم بأن ما يقع لك هو فيه خير لأن كل ما يصدر عن الله في خير يكفي أن الله تعالى أول ما كتب لما خلق اللوح المحفوظ ماذا كتب كتب جل جلاله بأن رحمتي صبقت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي فنسأل الله تعالى أن يلهمنا الأنوار وأن يلهمنا البركات وأن يلهمنا النور الإلهي الذي نرى به الخير ونتجنب به الشر ونكون من عباد الله الصالحين قولوا معنا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم اشتركوا في القناة